الواحد مش عارف يقولي ولا يشيدي مين ولا يفرح ازاي اي حاجة بتخص مصر في مختلف المجالات بتلاقي غصبا عنك كده بتفرح بطريقة لا شعورية بشكل غريب بالنسبة لك انت ممكن ما تكونش متعود عليه يعني هو ده الانتماء لمصر هو ده الحب لبلدنا اللي هي فوق كل شيء فوق كل شيء ما فيش جبار على كده وما فيش اي حد يختلف على كده طبعا فانبارح احنا عندنا رجالة رجالة بمعنى الكلمة عيال رواكلة زلط وطراب وعيال يعني انا بصراحة ما منفعش اقول عليهم عيال هما رجالة هما رجالة ولاد رجالة الناس بصراحة فرقة المنتخب انبارح بالجهاز الفني بصراحة فرحونا فرحونا جدا 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 يعني بصوا اللي يكسب كوتيفور واللي يكسب المغرب ها يستحق اللقاء ليه لاني دول اقوى فرقتين من وجهة نظر يعني من وجهة نظر في البطولة اقوى فرقتين انك تكسبهم تكسب كوتيفور بالتقل بتاعهم ده باللعيبة الجامدة دي بالقوة البدنية والسرعات الرهيبة دي بالمحترفين دول وتتأهل للربع النهائي وتروح كاسب كمان المغرب عن جدارة واستحقاق انت ما كسبتش مبارح المغرب بس انت كسبت المغرب والحكم والظروف ربنا نصرنا مبارح على الحكم بصراحة لانه واضح ان كان فيه توجه واضح جدا جدا ممكن بقى عشان فيه مسؤولين مغربة في الاتحاد الافريكي لكرة انا مش عايزة اروح الحتة دي رغم الاحلام برضو مفروض عندنا مسؤولين يعني في الاتحاد الافريكي يعني بس انا ما عرفش مش عارف ايه فرق يعني لكن في نفس الوقت دول ما ينفعش يتقال عليهم غير رجالة انهم يتخطوا كل الظروف دي وكل العقبات دي ويفرحونا ويوصلوا الدور نصف النهائي بعد ما كانت البداية غير مبشرة بالمرة غير مبشرة بالمرة لمنتخبنا لا بصراحة هم سكتونا كلنا سكتوا افرحوا ما تسكتوش انتوا افرحوا بس سبونا احنا بنلعب احنا بندافع اسم بلدنا احنا عندنا طموح ان احنا نسطر اسمنا في تاريخ مصر حاجة تفرح احنا عندنا الواحد لما كان بينتقد او اي حد لما كان بينتقد المنتخب كان صعبان عليه المجموعة الكويسة من اللعيبة دي صعبان عليه ان احنا عندنا جيل مميز يقدر ان هم يجيبوا اي بطولة يخشوها بطولة امم افريقية يقدروا يشرفونا في كاس العام باذن الله يصعدونا ويشرفونا هناك يقدروا يعملوا حاجات كتير ده على رأسهم احسن لعيف في العالم محمد صلاح احسن لعيف في العالم وانبارح هو مش محتاج ان انبارح يثبت كده لكن انبارح بانت كمتو بانت امكانياته يعني الفرقة عن اي حد في الحقيقة صلاح طور من نفسه وصل لمرحلة ما حدش ينفع ان هو يكرنه باي حد او حدش ينفع ان هو يقول عليه نص كلم ولا ربع كلم الناس كابتون طاقب دولة ام بيعملش مجود مع المنتخب اصي خاف على رجله امبارح يشوف صلاح بيعمل اي يا رجل ده صلاح رايح جاي في الملعب نجم المباراة جايب لك جون وعمل أسست وبيساعدك نص نهائي وشال المنتخب على كتفه وبيختار اللي عابوا ضربات الجزاء مع كيروش عشان هو محمد صلاح زيه زي رونالدو زي ميسي في مطشي كوتيفور مبارح الكلام مع اللعبة بعد ما تشدنا شوية والحكم شدنا بشكل كبير وبعد ضربة الجزاء المبكرة عمالي يقول لهم يا جماعة نركز نشغل عقلنا نشغل مخنا هنقدر هنعدي هو ده القائد هو فعلا يستحق الشار يستحق الشار الناس الكلام بتقول يا صلاح لازم يبقى قائده عن كده اعمله زي صلاح حاولو يا ريدكوا كنت عملته زي صلاح أعظم لعيب في تاريخ مصر بدون أي نقاش بدون أي نقاش أعظم لعيب في تاريخ مصر محمد صلاح ولو اعتزل بكرة هو خلاص أصبح أعظم لعيب في منتخب مصر في تاريخ مصر كلها في طريق القرى المصرية مش محتاجة فربنا يحمي يا رب وإن شاء الله بإذن الله هو وزميله الرجالة اللي موجودين دول يجبوننا كاسل ومعافر أنا بقى بصراحة مبهور بفتوح ربنا يحميك يا بني مبهور بي مش بس من مبارح وأحكي لكم موقف كده بالمناسبة يعني الشيء يسكر من كذا سنة من أول ما فتوح ده طلع فأنا عندي صحاب زمال كوية يعني صحابي زمال كوية فقول لهم يا جماعة فتوح ده لعيب كويس جدا والله العظيم ده ما شاء الله ده حيبقى حاجة جامدة جدا يعمل لعيب كويس يعمل خدوه طب ما يشي هتو هتوحلنا لأهل لا 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 إيه اللعب ده إيه اللعب ده إيه الراجل ده ودي إيه إيه الراجل ده هجوميا ممتاز دفاعيا ممتاز اللي وقف أشرف حكيمي أشرف حكيمي ده لعيب إيه اللي أول من أحسن لعيبة في العالم مش وقف ركر اللي يوقفه يبقى ممتاز بدنيا ها منتقات حسه ورفيع شوية بس ما شاء الله عليه بدنيا قوي ربنا يا حمي يا رب من الإصابات أخيرا بقى عندنا باكليفت في مصر كمصري كواحد أثبت وجوده في المكان ده كنا بنعاني في المركز ده بقالنا كتير أشيب بمين ولا بمين إنني من أحسن مطشاطه في تاريخ الكرة بالنسبة له كان ممتازم برح رايح جاية حتى في الإكسرا تايم رغم إننا بدنيا لعبين وعين يعني بدنيا شوية بسبب موقعناش في المطش بس مجهدين بدنيا بسبب مباراة كودفور والمية وعشرين دقيقة وضربات الجزاء بدنيا وزهنيا ونفسيا وكل حاجة لكن إنني في الإكسرا تايم الأول والثاني الراجل في الملعب كله رايح جاية في الملعب كله ما شاء الله لعيبتي إيه اللي أول برضو من الناس اللي كانوا بينتقدوهم بشكل كبير أو مش عارف لي آه في بعض الفترات ممكن لعيب يبقى وحش ممكن يبقى مش موفق لكن هو لعيب كبير ده بيلعب في أرسنان تمام تريزي جي الناس كتير انتقدته وإزاي تاخد تريزي جي وإزاي مش عارف إيه تريزي جي لسه مش جاهز وبالمناسبة البعض كان عنده حق في الحتة دي لكن ما عندهمش حق إن تريزي جي بقى بره منتخب لا هو موجود بس ما تديش أساسي مع بداية البطولة ودي كانت غلطة في مورات نجيريا بصراحة لكن واحدة واحدة ابتدأ يستعيد فرميتو البدنية أولا ثم فرميتو الفنية فشوفنا تريزي جي مبارح لما نزل فرق معنا إزاي شوفنا الراجل بيكمل إزاي شوفنا الروح بتاعته مرموش كمان جمد قوي قوي مش عايز أنسى حد عمر السلية زي ما قلت قبل كده وحفظة لقوله مصمم أهم العيب في منتخب مصر فيه فرق ما بين أفضل لعيب اللي هو محمد صلاح وأهم العيب عمر السلية أهم العيب في منتخب مصر بحكم مركزه بحكم إمكانياته بحكم رزانته وهدوء حمدي فتح يعني تأثرنا بغيابه شوية مبارح فبالتالي الحاجة يعني ومش أنا بس ناس كتير جدا مستغربينها من كيروش هو أنه حط أيمن أشرف مكان حمدي فتح أو حطه كتمانية بحيث أنه يغطي مع فتح على أشرف حكيمي رغم أنه واضح جدا فارس وعط ما بين أيمن أشرف وما بين أشرف حكيمي وده اللي تسبب بشكل واضح قوي في ضربة الجزاء اللي علينا كان ممكن يبقى زيزو موجود كان ممكن يبقى زيزو موجود كان ممكن يبقى زيزو بس مش هتكلم في الحاجات دي احنا فرحانين احنا مبسوطين مش هتكلم في الحاجات دي بس هي أخطاء صغيرة لازل نأخذ بالنا منها فيما بعد لأن خلاص اللي جاي أنت مصر عندها ثلاث مطشات مهمين قوي نص نهائي ونهائي بإذن الله واحد أحنا نوصله ومن أهم المطشات مش من أهم هو أهم مطش يعني مطشين السنغال يبقى أربع مطشات بتوعتص فيك كاس العالم مرحلة مهمة قوي فالمهم أنا بأحمد ربنا بأحمد ربنا إن الشوط الأول خلص قبل ما محمود علاء ينزل بسبب الإصابة اتعرض لها أحمد حجازي مش عشان محمود علاء أولاي لا لعب كويس بس عشان كان التصرف الأصح هو اللي تعمل هو اللي حصل فيه تشاور ما بين الجهاز الفني بين الشوتين فده إدى فرصة لكيروش فقر راح مرجع أيما مكان حجازي ونزل تريزيجيه فضبطنا الدنيا وهاجبنا ونزلنا يعني ضغطنا جامد ولعبنا لعبنا ومن زمان قوي ما شفناش مصر فرضى أسلوب لعبها حتى على منتخبات الكبير سواء كوتيفور أو المغرب وبإذن لوحد أحد الكاميرا والكاميرا ده ليه كلام كتير جدا هنتكلم فيه ممارات الكاميرا دي ليه كلام كتير جدا هنتكلم فيه لكن أيمن أشرف حتى لما رجع مبارح في مكانه اللي هو تعود عليه بقاله 3 سنين 4 سنين بيلعب فيه كما الساك قد أداء مميز عدد كبير جدا أبو جبل ده أبو جبل ده شال كورة أنا كلنا قلنا بقول الرجل برأكشن عالي جدا جدا رد فاعل ممتاز شال الكورة بإيده عدد ما قدر خبطت في العرض وطلعت اتردت جاله للأسف بعدينها شد إن شاء الله بإذن الله لحق مبارحة الكاميرا هيبقى تواجده مهم ومش تقليلا أبدا من صبح ولا تقليلا من جاد ولا أي حد الشناوي الأسف بعيد لو هو وحش أفريق فبالتالي كل حاجة تعملت مبارحة صح مع عدد البداية بس بأي من أشرف وما كان مش مكان بس من وجهة نظر يعني ممكن يكون هو الرجل اللي وجهة نظر فني الحتة بلا عايزة تكلم فيها حتة كروش يا جماعة أنتم كنتوا بتقطعوا في كروش وكنتوا بتتكلموا عنه أه طبعا كروش ما كانش عنده حق في البداية كان لازم يبقى فيه انتقاضات لازع عليه هو وجهاز الفني دلوقتي طبعا منشيت بيهم منسقف لهم وفرحين بيهم والله حتى لو خرجوا من دور نصف النهاية أمام الكاميرا ليه الفرق في ايه الفرق ان فيه روح ورجولة في الأداء احنا كمصريين مش عايزين غير كده النتيجة بقى تيجي ما تجيش دي حاجة بتاعت ربنا بس انت حسسني انت بتموت نفسك في الملع حسسني ان انت على كل كرة قتيل حسسني ان انت عندك روح جامدة جد وده اللي شفناه في المطرشين اللي فاته تمام كيروش في الأول لو تفتكروا في مبارات ناجيريا لعب كل واحد مش في مكانه فالدنيا كانت بايزا كان شكله روحش جدا فطبعا كان الناس غضبانة كلنا غضبانين واحدة واحدة ابتدى يفهم ان لازم يعرف ان دي مصر وان ده منتخب مصر ولازم كل واحد يلعب في مكانه عشان تلاقي النتيج الكويس الميزة كمان في مبارات مبارح انا حاسس ان احنا ابتدنا ناخد على طريقة 4-3-3 ما كانتش ماشي معانا بس ابتدنا ها نتعود على الطريقة دي لما وظفت اللعبة صح في كل الاحوال في كل الاحوال عندنا مباراة قادمة هي مباراة الكاميرا ان شاء الله نكون موفقين يا رب بس الاتحاد الافريكي ها ولجنة الحكام يختاروا حكم يتناسب مع هذه المباراة وما يكونش حكم بيوجه زي حكم مبارح الحكم السنغالي بصراحة يعني واحنا كاهلوية احنا متعودين على الكلام ده بنشوفه كتير جدا في مطشاط الاهلي في افريقيا يعني لأسف ومع ذلك الاهلي ربنا بيوفقوا بيكسب البطولة لكن شاء الله بإذن ربنا حينصرنا على وفقنا حتى لو الحكم وحش زي ما شوفنا مبارح كده رجالتنا قدروا ان هم ينتصروا على كل الصعاب كل الصعاب حكم منتخب قوي زي منتخب المكريبي وفي الاخر قدرنا ان احنا نوصل نص النهائي فممبارات الكاميرا حيكون لها حسابات خاصة لسه نتكلم عليها بالتفاصيل كاليا نفرح ونبسط وحد يوم الخميس كده نوعد على عصابنا كده نشاء ربنا نكرم نروح لفاصل بعد الفاصل نكمل